ومن السينما إلى فنون الخط ففي فنون الخط العربي يتجل المبدعون في رسم الحروف العربية بتفاصيلها المبهرة والمعقدة وائل عبد الكريم الرمضان خطة عراقي موهوب خطف الأنظار بفنه الجميل وحروفه العربية الرشيقة بهذه الريشة وزجاجة الحبر الصغيرة تلك يبدأ عبد الكريم قطعا فنية رائعة من الخط العربي وائل عبد الكريم الرمضان خطات عراقي موهوب يخطف الأنظار بفنه الجميل الذي يحاول أن يحافظ عليه بعد أن تخلى عنه الكثيرون فمنذ نعومة أظفاره وكان وائل يجلس جنب والده أثناء رسمه الحروف العربية بتفاصيلها المبهرة والمعقدة وكان دائما ما يحاول تقليده والسير على ضربه وعلى مدى السلاسين عام الماضية لم يتخلى عن موهبته بل وزاد تمسكه بها رغم الظروف من كنت صغير كنت أقعد يوم والدي الحقيقة فأشوفه يعني يخط بالحروف يخط كلمات يخط كذا فحبيت هاي المهنة يعني حاولت أنه أقلد يعني كل ما مثلا يقوم من مكانة أنا أقعد في مكانة أحاول أستخدم صح كانت الأقلام شوية صعبة علي فكنت أستخدم ألوان الماجيك اللي مقطوطة يعني قطة الخط ولم يكتف الفنان العراقي بالموهبة فقط بل أسقلها بالدراسة فعندما بلغت 19 من عمره درس الخط العربي ليعمل بعدها معلما للخط في مدرسة بالبصرة كما شارك الرمضان بأعماله التي أبدعها في أكثر من 60 معرضا داخل وخارج العراق وخلال مسيرته الفنية المبدعة أبدع ما يزيد على 350 لوحة فاز كثير منها بقوائز من عدة دول إذا يبقى هذا الحال يعني على الوضع لا رايحين الفن الخط العربي للهاوية إذا يبقى على هذا الوضع إذا ماكو عين عليها يعني ماكو اهتمام بي من ناحية المسؤولين والناس المعنية بالشيء لا أنا أقول لك يعني يروح كمنظمة كفن عالمي كفن إسلامي يروح للهاوية فن مبهر يسر أعين الناظرين يبدع فيه وائل رمضان أروع اللوحات بالخط العربي الذي ما زال يهبه الكثير من وقته وحياته في محاولة منه للحفاظ على إرس والده وأمجاد أجداده